تستمر الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا بإقبال كثيف حيث توفر مملكة البحرين التطعيمات الآمنة والفعالة والمجازة من قبل الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية يأتي هذا ثم جددت وزارة الصحة الدعوة إلى مواصلة التقييد بالإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة جهود كبيرة ومكثفة خلال هذه المرحلة الراهنة ستثمر من خلال تحل الجميع بالمسؤولية والحرص الكامل النابع من الواجب الوطني تجاه الوطن على مكافحة هذه الجائحة بالالتزام التام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية جهود وطنية تتطلب وعيا مجتمعيا بأهمية مواصلة الالتزام بالتعليمات الصحية للاستمرار في الطريق السليم والحفاظ على نجاحات البحرين في مكافحة الفيروس وتأتي أرقام جرعات التطعيم دليلا على الحس الوطني حيث أكد عدد من المواطنين والمقيمين الذين تلقوا التطعيمات دعمهم للجهود الوطنية في مملكة البحرين ومواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات الصادرة من الفريق الوطني الطبي والتي تسهم في تعزيز الصحة العامة وتضمن سلامة المجتمع هذا وتستمر الدعوات إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والخروج من المنزل عند الضرورة والتأكد من تطبيق معايير السلامة في الخارج كالبس كمامة الوجه في جميع الأوقات والحفاظ على معايير التباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات العائلية الكبيرة التي أكدت الإحصاءات الرسمية أنها أحد أهم الأسباب في تزايد تسجيل الحالات القائمة وبخاصة السلالة المتحورة من الفيروس شركة مجتمعية للحد من انتشار فيروس كورونا تستمر بالتزام مع جهود فريق البحرين الوطني الطبي للتصدي للفيروس من خلال متابعة الأوضاع الصحية في المملكة وتحديث التعليمات الصادرة بحسب المعطيات والمستجدات المتعلقة بانتشار الفيروس في المملكة وصولا إلى عودة الحياة الطبيعية بالتعاون مع جميع أفراد المجتمع ترجمة نانسي قنقر